موسيقى موسيقى مرحبا بكم إلى دوريا اليوم نحن أجدكم حقوق موضوع سوف أعطيكم كل الاشتراكات التي ستعملها و من أين ستجدوها طب كوت بيس كوت زيت أسيتون أوطون سانيتا تشوفي بالمعلامة السحرية لو أرأس هذا الفيديو انتظروا التي ستعملها على الأمبري و لحطة الملطقة هي الأمبري نجمة الهول هي كشاكلة متلت سأعمل بقصة ثلاثة عشان استفيد منها عشان مش انه بتجمد من ميلة وبطل استعمالها بقصة ثلاثة بتخرب كبه مرة واحدة بعمل هيك لانه اوفر بسرع وحسن بالنسبة للستد وهالشغلات هولتنا ناتون من علي إكسبراس انا لا أستعمل هذه الأشياء باللوكس بس هناك الكثير من تحبون تقولوني حتى استعمل السترسات الصغار بس انا لا أعرف تحاول فكركم بأشياء بس استعمل هولي أكتر من الكريستلز لانه أحسن أحب هول من علي إكسبراس لا أعرف اذا تجدوا في محلات هلا أنا في لبنان ولا مرة شفت بالمحلات بطلبهم من علي إكسبراس بالنسبة لل ناتون 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 الزيت والباسك هربوثيرابي وريجوبا انا كنت عملت لكم نيل كروتين قبل اذا حبيتوا تشوفوا اللينك هون هاي دول هني ما بعرف شو بدي لكم سبستيوت انا جربت سالي هانسن زات وبيس كوت والذي تشيل الأصفر لا أحبيتهم أبدا وجربت زات من مفالة لا أحبيتهم أبدا صراحة هذا الوحيد الذي استفدت عليه إذا استفدتوا على شيء تخبروني بالكومنت بوكس وهذا البيس كوت كتير بيقود دغير وكتير بحبوه اذا انتم لا يمكنكم تلاقوا هيدا بالبلد اللي انتم فيه خبروني شو بتستعملوا اذا بتحسوا حالكم بتستفيدوا عليهم ويتكسروا ضفيركم عشان نصير نصحكم فيه فاست درينغ طوب كوت يعني الساشفيت ما بيستعمل غيره كتير كتير بحبوه حتى لما كون بدي استعمل ماد طوب كوت اللي بيستعمل من سامواء بيستعمل فوق الساشفيت لانه ما بأمن انه هيدا انا شرف لي ديزاين وما ينزع لي اوكي ساشفيت ومانطب كوت من سامواء بالنسبة للستامبنج هلا هيدا انا كنت جايبيتها من امازون رفيقتي كاتر خيرا بس تسافر بتقل طلبي اللي بدي كي بتحمليهم بس بتلاقوا هولي على علي اكسبرس وفيه صبيب لبنان بشتري منا بعض الوقت عنده اكونت على الانستغرام انا اسمها لوناشاوب عندها سامواء ليس نفس هاي بس انه عندها سامواء وكتير حلوين اذا حابيتوا تطبوا سامواء سامواء انتم بلبنان واذا منك بلبنان وما بديك تطبوا من عندها وبدك شي كتير علي اكسبرس عندهم كل شي عندهم صغار وعندهم اكبر وحالا رسمت ممكن تتخيل ليها وبالنسبة لكيف اكتبت استامواء انا شتريت يعني كان عندي طبعة تانية بس ما حبيتها ابدا فهذه كتير حبيتها كتير هيكة طريقة السيليكون فبطلقت النار فالش دغري عمنا حسنا احنا نحطنا بلش هون ونستعمل هاي وننشيلهم لزيادة فناخد هاي نعمل هيك ونعمل هيك هاي بتلقتهم ضغري وتطبعهم كتير منيح على الضفر اهم من انا بتلقتهم على هيدا لانه هاي ديكي اللي انا كان عنديها قبل كانت بتلقتهم بس ما كانت تطبع لي هون على ضفر كتير منيح لانه قاسية فكل ما كانت اترك كل ما كانت احسن هلا هاي و هاي جبتهم من لانه هاي ويبسات هاي هاي و بيانده انترناشنال و كمان عندهم من نفس هاي دي البراند اذا ابتخل نفس هاي دي البراند اسمه مويوستامبيك كتير بحبه اكتير عمده و اذا كانت تطبع بالنسبة للأسيتون انا ما بحب استعمال بيور اسيتون على ضفير انا مكتير بيشف الضفر بيستعمال شي بأله زيوت فبحب هاي دي البراند كتير اهوه تشيب يعني حقش دولار و شوية ريحتها حلوى اهم شي ما تطلع حتى الوضع أسيتون وكثير جميل عن نيلز يعني ما بين الشفرة لحمية ما بين الشفل للضفر و هيك بالنسبة للكلين اوب لما اعمل ديزان على دافيري ووسخ حوالا أصبع حوالا ضفري بس تعمل أسيتون بحب هيدا ألم ما بعرف اذا في منه ما ترحب عن تو بس انا بلبنان بس تعمل هيدا مش مشكلة حيالا أسيتون يعني بس انه يكون بير أسيتون عشان ينظف أحسن و أسرع و أنظف بالنسبة للمقلمة السحرية بقلبها كتير اشياء حلوى اهم هشيل كل شي و هخبركم شو بستعمل اوكي في المبرد عندي يا منجوري إيجاني كدوم مع نيل باوشة بشتريوم بس انه فيكن تستعمل حيالة مبرد ترتاحوا فيه وبنصحكم تستعملوا الهجلاس فايلة يجي ازاز و من فوق هيك كما تستعملوا مبرد مثل هيدا ممكن كثير انتو عم تدور له ما تحسوا بس تشيلوا كثير كثير من ضفركم كثير تنقهروا فالجلاس فايل المبرد الإزاز كثير أنا عم من هيدا كثيرا كثيرا بالنسبة لغراض اللحمية في هاي ما بعرف شو اسمه هالشي بس انه كثير بحبوه في المقص ما بستعمل الثاني يلي بيجي هكي كبير و ما بعرف كيف بستعمل هيدا بحسوا اريح ليه و اذا انتو بترتاحوا بهذا كوى مثل ما بترتاحوا هيا مش مشكلة هذا جبتو من صيدلية هذا الشي بحبه كتيرا لان وقت ابدأ شيل اللحمية استعمل هاي بتفشل ورا من قصة المحكين قبل و وقت اتحمان دايما بيكون مثلا جلد صبعنا اكتير اكتير كي شارب مايو كل شي فبحبه هلي لانو بتكون اللحم الهيط بستعمل هذا البرد و بس بعمل هيك بشيله حسنًا كأنني عملت اللحمية يعني أنا عمل اللحمية مرة بشهر لذا كثيرًا بحب هذا الشيء لأنه كثيرًا بسعادني أجعله ضفير اللحمية ضفير فيه الملقطة يستعملون لحط لحط الشيفرون والستيكر هؤلاء يستعملون بالنيل ارت فيه هذا السترائب يستعمل هذا مثلاً لإفتحه لحطه على ضفره وبعدين لما أخطيه ملقطة يمكنكم تجدوه بحل محال للسترائب لأمور فيه ديزاين زيوحة ومزيوحة كمان جبتم من علي إكسبرس في عنا كمان الواكس شفناه بالتوتوريال قبل بيستعملوا لقلقة ستدز وحطهم على ضفره جبتم من علي إكسبرس كمان فيكن أنتو مثلاً تستعملوا توثبك وتضع على نقطة اثنائية تتعملوا بس أنه أنا حصلت أنه هالشي أسهل حسناً حسناً أريد أن أعطيكم الضغطينج تولز آبات التنطيب حسناً 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 كثيرًا حبيتهم لأنه مشكلة واحدة لون جدتهم كمان من علي إكسبرس هناك صغير هناك صغير هناك صغير هناك صغير كمان من علي إكسبرس كثيرًا أحبهم كثيرًا أستعملهم الآن هناك صغير يعني صغير أستعملهم لأعمل زوحة طويلة رسعة أو صغيرة هذه لا أعرف ما هي لا أستعملها أغلباً أحبتهم كرمال هولي هولي أحبتهم من أمازون من محل اسمه وينستونيا ستور يمكن أن يقوم بإمكانهم لا أعرف أو رفضت لهم أحبتهم من أمازون لذلك أتأكد وأخبركم هناك هذه كمان من وينستونيا أنا أحبتهم طبعاً برسم فيها ورد أحبتهم بشكل جيد وشكل جيد تساعدني بالرسم وصغيرة وتعام التفاصيل مهدومة أحبتها من آمازون هلوا انتظار وينستونيا نوبر 00 0-0 الآن لدي أشياء 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 من What's Up Nails هؤلاء كثيرا هناك Pure Color Number 10 استعملها لأرسم تفاصيل صغيرة كثيراً أحبها كثيراً منيحة لا أعلم كثيراً منيحة بس جبتها كثيراً مبساطة فيها وصرت كثيراً أعمل أشياء رسم كثيراً هناك Pure Color Number 9 كثيراً 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 ولكنها أطول هناك تفاصيل دقيقة هناك تفاصيل كثيراً هناك تفاصيل كثيراً 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 هناك تذكروا كيف بالمبساطة بالمبساطة وصرت كثيراً حسناً لأنه اشتريت هذه تجد حديدة رفعة من الدين ثم 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 يجيبوا بعدين بأخذيكم اذا لست استعملوا شيء لا أخذتكم هنا من أجل أن تكونوا رايحتوني ستكونوا رايحتوني سوف تعرفين أنكم تجيبوا لكويد ليتكس يضعون هنا لتفضيله لا أصدقوا منه في لبنان اذا حاولتوا هذا الفيديو ارجوك و ترى و تتبعي و تتابعوني على كل ميديا شكرا لك أراحة الاهتفاة اشتركوا في القناة